فنحن لسنا ضد التقدم ولا ضد التكنولوجي إنما نحن ضد قلة الأدب والديانة والسفالة ضد الكذب ضد الفساد في الأرض انتشرت هذه الوسائل التكنولوجية لكن انتشر معها شيء من العدوان وهذا العدوان يأتي مثلا الصورة الأولى يجيب وشي وبحاجة اسمها الزكاء الاصطناعي يحط على فاعل الفاحشة فتنسب الفاحشة إلي فيؤذيني بغير ما اكتسبت ويشوه صورتي في وسط الناس بتوعي أو حتى عائلتي أو حتى من أحب أو حتى نفسي لأن هذا فيه ظلم ومن هنا لم يعد هذا الأمر النبوي حيث يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم ما كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يعني لا تصدق كل ما تسمعه ليس قاصرا على المسموع بالأذن بل المرئي بالعي لأن الصور أصبحت مزيفة ولأن العدوان وصل باستعمال الذكاء الصناعي إلى ما وصل إليه ولأن الإتاحة والإباحة والإباحية وصلت إلى أنها دخلت كل جهاز وكل بيت حتى في بعض الأحيان غصبا عن صاحبها فإذن يجب علينا أن نعود إلى التوثيق وعدم التأثر عندما نرى شيئا فيه خلل يركبون هذا فيعتدون به على المشاهير ويعتبرونه نوعا من أنواع الابتزاز الإلكتروني لكن الابتزاز الإلكتروني قد يكون بيني وبين المعتادي إنما أنا أتكلم الآن عن صورتي أنا عند الناس فيجب علينا جميعا أن نتكاتف أمام هذه المعصية وهذا البهتان وهذا الإث فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا مبينا يعني فيهاش كلام يعني بين إياك إياك أن تصدق ما تسمع ولا تصدق ما ترى عن طريق هذه الوسائل الخائبة ووصفنا لها بالخائبة ليس اعتراضا على التقدم وعلى ما تؤديه من خير لا إنما هذا الغرض الخبيث في أن نؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب الذكاء الصناعي تطور ووجد مادة فاسدة بدأت معانا من العشرينيات من قرن العشرين وهي الأفلام الإباحية وكثير من الناس يسأل عن تلك الأفلام وعن النظر إليها وعن العيش فيها وعن جعلها وكأنها ثقافة ترجمة نانسي قنقر